تمضي مملكة البحرين في نهجها الثابت المنادي بأهمية الإبقاء على قيم السلام وتعايش بين جميع شعوب العالم ككل نعم فلا طالما نجحت السياسة الخارجية البحرينية جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي في حل العديد من القضايا وتسوية مختلف النزاعات التي خلفت صورا شائكة من الحرب والدمار وذلك ضمان بأن يعمل الأمن والاستقرار في شتى بقاع الأرض وتنعم البشرية جمعا بعيش هنا في نهجها الاعتدال والوسطية وفي أساس قيام بنيانها محابات للسلام ومحاببة لمضامين التعايش في ظل عقيدة إيمانية سمحاء تستمد منها مملكة البحرين نهجها الثابت القائم على الاحترام المتبادل والمحبة والحوار وحتى الانفتاح على العالم بجميع جنسياته ومذاهبه وعراقه دون تمييز أو تعصب بالشكل الذي يرتضيه جلالة ملك البلاد المعظم ومع ما ينسجم مع تطلعات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مبادئ السياسة الداخلية والخارجية لمملكة البحرين مرتكزات مثلت جوهرا ناصعا بان من خلالها ما تدافع عنه أرض الخلود من ترسيخ لقواعد السلام ونبذ التطرف والإرهاب في شتى بقاع المعمورة عبر باقة من المبادرات الملكية السامية وإطلاق عديد البرامج العالمية التي تكرس الوئامة كأسمى المفاهيم البشرية لتحقيق السلام بين مختلف الشعوب والمجتمعات إلى جانب مساعيها الداعمة للجهود الدولية في تسوية العديد من القضايا العادلة تقدم البحرين نموذجا متميزا في تعميم ثقافة العيش الإنساني جنبا إلى جنب فجهودها الإقليمية والدولية دائما ما تظهر واقعا من خلال سياستها المعتدلة فضلا عن مساعيها الدائمة في تعزيز علاقاتها مع كل دول العالم والمجتمع الدولي لمواجهة التحديات العالمية والمشاركة في حل الأزمات والقضايا وفي ذلك تحسين لمجمل العلاقات بين جميع الدول ليعم الأمن والاستقرار في شتى بقاع الأرض وتنعم البشرية بعيش هانئ يخلو من صور الحرب والدمار إن من أهم أهداف السياسة الخارجية البحرينية تحقيق السلام العالمي والإقليمي ومن أهدافها أيضا تسوية النزاعات الدولية والإقليمية من خلال الأدوات السلمية لحفظ الأمن والسلام العالميين حرصا وسعيا منها بحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية لتستمر الدول في تنفيذ تطلعاتها نحو مزيد من التطور والازدهار بين ثنايا المجالات الحيوية التي تضمها لتلفزيون البحرين محمد رشادت محمد رشادت